المناضلين الذين يشكلنا في قريب عاجل ربما في خضم الأسبوع القادم سنعلن عن هذه التشكيلة وكونوا على يقين بأننا سنعمل لاختيار مناضلين أكفاء قادرين على تحمل مسؤولية لأن المسؤولية ليست بسهلة مسؤولية تطلب رجال مخلصين رجال لا يهمهم سوى إعادة هذا الحزب إلى الطريق السليم وأيضا الذين يحافظون على كل هذا المبادئ وهذه القيم وهذه الأفكار لأن الخط الأصيل للرصيل لجبهة التحليل الوطنية تطلب مننا دائما أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب نحن متفائلون بأن تكون هذه الهيئة التنفيذية التي تعمل تحت إشراف سيل المنسق وأيضا بتحت إشراف هيئة تسيير حزب جبهة التحليل الوطني سنجتهد من أجل اختيار أسماء تليق بهذا المقام وأسماء ذات مصداقية وتعرف أنتم الزخم تعجب التحليل الوطني زخم كبير جدا وعدد كبير من المناضلين والمناضلات نزهاء شرفاء ولكن أنا على يقين بأن كل هؤلاء سيتفهمون ما سنقوم به وسيعملون مع هذه اللجنة للوصول إلى الغاية المنشودة ما هو العدد لا يهم؟ العدد لا يهم لأنه كان من مفروض أن تسألوا ما هي المهام التي ستقوم بهذه الهيئة وتسألون أيضا عن قدرة قدرة هذه اللجنة في إيصال الرسالة التي نريدها من خلال تشكيلها أما العدد قد يرتفع أو ينخفض ولكن كونوا على يقين بأنه مهما كان عددها كبيرا أو قليلا ستؤدي عملها كاملا غير منقوص